تواصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من أسعار رسمي حيث تمكنت من ضبط 550 قضية تمونية مستندية وعينية وذلك بمضبوطات بلغت قرابة 306 و70 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 109 أطنان في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعظم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 254 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 13 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 6207 قضايا من بينها 1500 و53 قضية خبز ناقص الوزن و1349 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال القضايا التمولية المتعلقة بغشر أعلاف تم ضبط ثمانية قضايا بمضبطات بلغت قرابة 288 طن